ما الفرق بين التقويم والقياس؟ هناك فرق بين مصطلحي التقويم والقياس يمكن توضيحه كما يلي التقويم عملية شاملة فتقويم الطلاب مثلا يتناول جميع جوانب النمو المختلفة لهم وعند تقويم المنهج فإن التقويم أيضا يمتد إلى عناصره المختلفة أما القياس فهو عملية جزئية أي ينصب على شيء واحد فقط أو نقطة واحدة محددة التقويم يهدف إلى التشخيص والعلاج معا بينما يكتفي القياس بعطاء بعض المعلومات عن الشيء أو الموضوع المراد قياسه يركز التقويم على مقارنة الفرد بنفسه أو بغيره بينما يعطينا القياس نتائج وصفية للشيء دون ربطه بالأشياء الأخرى كما هو الحال في التقويم أهمية التقويم تعتبر عملية التقويم مهمة بالنسبة لكل من الطلاب والمعلمين والآباء وكذلك القائمين على العملية التربوية أما بالنسبة للمتعلمين فإن التقويم يكشف عن مدى تحصيلهم للمواد الدراسية فهو يزودهم بالتغذية الراجعة التي تفيدهم في توضيح مدى التقدم الذي أحرزوه أو نقاط الضعف التي ما زالوا يعانون منها كما تؤدي عملية التقويم إلى توضيح الأهداف الخاصة بهم بحيث يساعدهم ذلك على معرفة ما هو مهم لكي يتعلموا بالنسبة للمعلمين فإن التقويم يلقي الضوء على كفايتهم التدريسية في تنفيذ المنهج المدرسي كما أنه يفيدهم في تحديد الوضع الحالي لطلابهم وفي إعادة صياغة الأهداف الخاصة وكذلك في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بما حققهم المتعلمين من نتائج وكذلك في تحديد أنجح الطرق والسخدام المصادر والوسائل والأنشطة الأكثر فعالية للتعلم أما أهمية التقويم بالنسبة للآباء فهو يبين لهم مدى تقدم أبنائهم الدراسي كما يكشف لهم نقاط القوة ونقاط الضعف عند أبنائهم وكذلك اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتحديد الطرائق والأساليب التي يمكن من خلالها مساعدة أبنائهم